موسيقى سلام حلقة اليوم أبا خصصها للحديث عن مراكز الأبحاث الأمريكية أو ما يعرف بالثينك تانكس ليش أتكلم عنها في هذا الوقت؟ لأنها هي هذه المراكز التي تشتغل بشكل مستمر في إعداد الدراسات والبحوث والمقترحات للحكومات الأمريكية من سنوات طويلة وكذلك للوزرات فدورها مفصلة في تحديد مسار الحكومة والعلاقة التي تربط الحكومة مع السياسات والتشريعات التي تكون فيها يثار كثير حول دور هذه المراكز في السياسة الأمريكية يعني هناك من يؤمن بنظرية المؤامرة ويعتبرها أنها زي حكومة الظل خصوصا أنه كثير من الرؤساء الأمريكا لما يوصلون للرئاسة يعني يقومون باستقطاب كثير من الباحثين والقيادات في هذه المراكز لشغل مناصب قيادية في إدارتهم الجديدة وتحديدا على سبيل المثال لو تكلمنا عن ترامب فكان بعد ما أصبح رئيس اعتمد بشكل كبير على كثير من القيادات والمستشارين اللي كانوا في أحد المراكز الأبحاث اللي اسمه Heritage Foundation أو مؤسسة التراث اللي تعتبر من مراكز البحوث المعروفة بأنها محافظة وحاتوسع في هذه الحلقة وتكلم عن أهم هذه المراكز خصوصا هذه اللي تركز عملها في واشتن دي سي المراكز اللي تعتبرنا عنها هي مراكز يمكن الأهم والأكبر ولكن ضعوا في عيني الاعتبار أن هناك مراكز كثير أخرى يعني أقل أهمية أو متركز في جوانب معينة مثلا في معهد الشرق الأوسط وفي معهد واشنطن وفي معهد هدسون يعني في معاهد أخرى كثير مؤثرة في قطاعات معينة من العمل السياسي ولكنها أقل تأثيرا من المؤسسات اللي بنتكلم عنها لاحقا اللي هي في الأساس البنى التحتية للقرار السياسي ووضع السياسات في أمريكا المركز الأول هو مركز بروكينغز للأبحاث ومقره طبعا دي سي وهذا يعتبر من أهم المراكز لأنه كثير من الشخصيات والقيادات في الكونغرس يعتمدون على دراساتهم وعلى أبحاثهم وكذلك الإعلام يعتمد كثير في نقله وفي فهمه للسياسة للدراسات اللي تضعها هذا المركز توجه بروكينغز أحيانا يحسب على أنه لبرالي أحيانا يحسب على أنه وسطي وأحيانا يحسب على أنه محافظ ولكن غالب الظن أنه هو مركز لبرالي لاعتبارات منها على سبيل المثال بأنه الباحثين اللي يعملون في مركز بروكينغز أكثرهم معروفين بأنهم يعني أتباع أو أصحاب فكر لبرالي وكذلك التبرعات اللي قام فيها هؤلاء الباحثين خلال السنوات عديدة كانت دائما تذهب للحزب الديمقراطي تأسس مركز بروكينغز في عام 1916 مؤسسة كارنيغل السلام هذه مقرها في واشنطن وتأسسة عام 1910 معروف بتأثير سياساته والدراسات اللي ضاعها للجانب الخارجي اللي هي الشؤون الخارجية لذلك له فروع كثيرة حول العالم كمراكز أبحاث وما هو محسوب على تيار معين لهب على اليمين ولهب على اليسار مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية لمقر واشنطن كذلك تأسس عام 1962 وهو يعد من أفضل المراكز في مجال الأمن والعلاقات الدولية كذلك هذا المركز ما له انتباه حزبي لأنه يصنف نفسه على ثنائي الأحزاب فعنده باحثين موجودين أو محسوبين على الحزب الليبرالي أو الحزب الديمقراطي وهناك باحثين محسوبين على الحزب الجمهوري مؤسسة تراند هذه مقرها في كاليفورني وتأسست عام 1948 وكانت في الأساس ممولة من القوات الجوية الأمريكية وبعد كذا كان تركيزهم على الجوانب المرتبطة بالعلوم وبعد كذا حصلت على منحة من شركة فورد ومولتها بحيث أنها أصبحت الآن أحد أكبر مراكز الأبحاث في أمريكا مجلس العلاقات الخارجية هذا تأسس عام 2021 في مدينة نيويورك وهذا يعتبر كذلك من أهم مراكز الأبحاث في أمريكا لأنه يقدم أبحاث ودراسات مهمة جدا للقطاعات الحكومية الحساسة زي الاستخبارات وغيرها يعد أحد أهم المراكز في التأثير في جانب العلاقات الدولية لأمريكا وما هو محسوب على أي من الحزبين فيعد ويحسب غالبا أنه هو مركز الأبحاث في الوسط مركز وودر ويلسون للباحثين الدولي المقر واشتن تأسس عام 68 ميلادي ويعد كذلك من أهم المراكز ويعمل بشكل رئيسي على عدد من البرامج المشهورة والتي تعتبر مراجع من ضمن مراكز الأبحاث الموجودة في أمريكا خصوصا في برنامج مرتبط بكوريا الشمالية وكذلك عنده برنامج تأسس عام 98 مرتبط بيئة شرق الأوسط ويعد كذلك هذا المركز باعتباره مركز في الوسط له تابع أو يميل إلى الجمهورين أو حزب يميل إلى الديمقراطيين مؤسسة هارتج التي تكلمنا عنها في البداية هي تعد أهم وأكبر مركز أبحاث محسوب على المحافظين ولذلك هو يؤثر بشكل رئيسي على الحملات الانتخابية ويقدم استشارات قوية جدا ومؤثرة في الحزب الجمهوري وزي ما قلنا كان جزء رئيسي من القيادات اللي أتت أمام اللي معروفين قدام الناس واللي في الخلف كانوا أعضاء في هذا المركز وكثير من الدراسات اللي وضعوها في مرحلة ما قبل قدوم ترامب ترامب تبناها لأنها تماشت مع الاتجاهات اللي كان يدعو لها أو هو تبنى الاتجاهات اللي دعا إليها هذا المركز البعض يعزوا سبب اعتماد ترامب كثير على هذه المؤسسة هو أنه التأثير الحقيقي هو بدأ مع الرئيس ريغن طبعا الجمهوري وترامب دائما ردد بأنه هو يبغى يعيد الأمريكا لما كانت عليه من عظمك بنفس النمط اللي سوى ريغن لما جاء ونهض أمريكا بعد فترة كارتر اللي شهدت تقلبات كثيرة في السياسة ويعني ما اعتبرت هزائم معنوية في إيران مع موضوع المحتجزين في السفارة وأمور أخرى كذلك معهد كيتو هذا يعد من المراكز المحافظة في دي سي وتأسس عام 74 وعنده من مجموعة أهدافه اللي يعمل عليها هو الترويج والعمل على تثبيت فكرة السوق الحر في أمريكا والحرية الفردية وكذلك الفرد سنتر فور أمريكا بروغرس أو المركز التقدم الأمريكي هذا تأسس عام 2003 وهذا يعني يعتبر من أجدد المراكز الأبحاث في دي سي وهو لبرالي بشكل واضح وكان كذلك من أهم مكونات إدارة أوباما أوباما اعتمد كثير على هذا المركز في إدارته خصوصا في مجال مرتبطة بالتعليم والأمور مرتبطة بالرعاية الصحية زي ما ترمب يعني اعتمد على هاريتج أوباما اعتمد على هذا المركز في صياغة كثير من سياساته وإدارته طبعا في دي سي من أهم ما يحرك السياسة فيها هي مراكز الأبحاث يعني اللي يعيش في دي سي ويتنقل في أروقة القرار فيها يجد أن المكونات الرئيسية التي تحرك القرار السياسي في أمريكا والقرار الداخلي في أمريكا هي طبعا الأحزاب ومراكز الأبحاث وجماعات الضغط اللوبيز وغيرها ولكن من تجربة شخصية خلال فترة حضرت العديد من الفعاليات في هذه المراكز وتعرفت على كثير من الباحثين وطلعت على كثير من أصداراتهم واضح جدا بأن هذه المراكز ما هي موجودة فقط لتقديم الجانب المعرفي للناس وتسليط الضوء على الأفكار وما إلى ذلك لا هي تشارك فعلا في صناعة القرار لأنه كثير من مقترحاتهم والسياسات اللي يضعونها كمشاريع يتم تبنيها من أعضاف الكونغرس أو أعضاف الإدارة لأنه طريقة بناء الاستراتيجيات في أمريكا كثير يعني مختلف عن كثير مناطق بالعالم تبدأ دائما أو في الغالب من مراكز الأبحاث هي مكونة في الأساس من باحثين ولكن مكونة كذلك من موظفين سابقين في إدارات سابقة يعني فعندهم الخبرة والعلاقات والمعرفة والمعلومات الدقيقة من داخل المؤسسات التي أدارت أمريكا في فترات فهنا يعني ما يتقاعدون المسؤولين بعد ما تنتهي مدة عملهم في إدارة معينة يتم استقطابهم في هذه المراكز والاستعانة بأفكارهم هذه بشكل سريع أو مراكز الأبحاث في أمريكا تكلمنا عن بعضها بشكل سريع وتكلمنا عن فكرة المراكز الأبحاث ودورها في صناعة القرار في أمريكا إذا عندكم أي أسئلة في الكومنتز كالعادة لا تنسوا تعملوا شيروا لايك إذا عجبكم الفيديو ونراكم إن شاء الله في حلقة قادمة سلام